السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم معكم أحمد عبدالهادي من قناة مصر شفت حضراتكم اللي حصل من إيران بالأمس عرفت حضراتكم أن إيران أطلقت صاروخ عابر للقراط الصاروخ ده صاروخ باليستي فارت صوتي الصاروخ ده وكما أعلنت إيران أطلقته بالأمس عشان تجربه ونجحت التجربة وأعلنت إيران خلي بالكم يا سادة هذا الصاروخ مش هتقدروا إن كنتوا تتصدوله وما فيش تكنولوجيا هتعثروا عليها من أجل التصدي لهذا النوع من الصواريخ وعشان تعثروا على التكنولوجيا أو القوة العسكرية اللي تتصدى للصاروخ ده قدامكم عقود طويلة هكذا أعلنت إيران بصراحة ربنا على المستوى الخاص أنا سعيد جدا ليس تضمونا مع إيران وليس دعما للقوة الإيرانية لأننا نحن نحلل الوضع ونرصده بحيادية ولكن شماتة في الولايات المتحدة الأمريكية وفي الجماعة الكبار يعني نحن عندنا القوة الكبرى دلوقتي ممثلة في كل من أمريكا روسيا الصين ثم كوريا الشمالية أربع قوة دلوقتي إيران باللي عملته بالأمس تعتبر بمثابة قوة خامسة تنافس هؤلاء الكبار لأن العالم لو انفرد بيه قوة واحدة وعيدنا سودا هو ده اللي حصل في سنوات سابقة لحد ما دخلت روسيا ودخلت الصين فبدأت تنافس أمريكا وتجسدت هذه القوة أو النزاعات ما بين الكبار في أعقاب أزمة روسيا وأوكرانيا اللي انفجرت في 24 فبراير الماضي فعملوا حاجة كده اسمها تعددية قطبية أو نظام عالمي متعدد الأقطاب بحيث أن أمريكا ما تفضلش منفردة بالعالم كله فتعمل اللي هي عايزات طيب بعض الناس قالوا إيه أنتوا فرحانين كده ليه مهاروسيا والصين مش حارسين إلا على مصالحهم وبالتالي من الممكن أن ينفردوا بالعالم هتبقى وعتنا سودة طيب دخلت إيران ودخلت كوريا الشمالية شيء رائع للغاية وبالتالي إحنا ضمننا استقرار العالم كلما زاد عدد القوى الكبرى المتنافسة زادت درجة الأمان تخيلوا يعني لو في قوة واحدة زي ما حصل على المستوى العالمي والوضع الأمريكي وانفراد أمريكا بالقطبية العالمية تبهدلنا ارجعوا بالذكرة للي حصل سنة 2011 وإلا أبلها وفي أعقابها إيه اللي حصل أساسا لمنطقة الشرق الأوسط وللعالم كله وقاحة وعجرفة وإلة أدب وسيطرة وديكتاتورية وممارسة الفوقية بشكل غير عادي النتيجة إحنا تبهدلنا فدلوقت حضرتكم أساسا ساعدة جداً لإيران مش تضامناً مع نظام الملالي زي ما بعض الناس بتقول زي ما بعض الناس برضو بيتهمون هاي أنت متضامن مع بشار لا أنت متضامن مع عاقل ساعد لا أنت متضامن مع الأمر محمد بن سلمان وليل عهد السعود. لا انت متضامن مع البدنجان لا انت متضامن مع الخضار لا انت متضامن مع الخيار اسم شغل تهريق كون ان احنا نتهم بان احنا موالين لعشرين تلاتين دولة يبقى معنى ذلك احنا على الحياد. فدلوقتي حضرتكم بعض الناس لما احنا كنا بنكشف ايضا السطار عن اللي بيحصل في قلب ايران والمظاهرات التي اشتعلت فيها. بعض الناس كانوا بيتهمونا بان احنا بندفع عن نظام الملالي. زي ما الناس بتقول يعني. لا احنا بندفع ولا احنا بنهاجم. احنا بنرصد الوضع. بنرصده بحيادية بعيدا عن العواطف كن النسياتك ضد النظام الايراني فاحنا لما بنكشف عن ذلك الذي يحدث في قلب ايران ونؤكد بالوسائق وبالادلة وبالمستندات. التورط الغرب في اشعال الحرائق في قلب دولة ايران. كن النسياتك اساسا دهمش في صلحك وانك انت عاوز تولع الدنيا عشان انت ضد النظام الايراني واحنا ملنا. يعني النظام الايراني بسلبياته بايجابياته اللي يحكم عليه هو شعب ايران مش احنا. فدلوقتي حضرتكم القوة الايرانية تتفق تختلف بمثابة قوة لمنطقة الشرق الاوسط. بتعمل نوع من التوازن العالمي. يعني احنا دلوقتي نتمنى الانتصار الروسي في مواجهة اوكرانيا في مواجهة دول الناتو. ليس دفاعا عن روسيا. ولكن دفاعا عن مصالحنا احنا في المنطقة طيب الناس اللي وقفة ضد روسيا او ان هي بتتمنى هزيمة روسيا طيب انت بتتمنى هزيمة روسيا لا تعمل للولايات المتحدة لا امريكا طبعا امريكا مش محتاجات انما عشان انت واقف في الصف الامريكي طيب ما هي امريكا دمرت وخرابت بعض الناس يقول لك ايه لا روسيا بهدلت سوريا لا يا حلتها هي مش بهدلت سوريا سوريا استعانت بروسيا لمواجهة قوى الارهاب ولمواجهة القوى الغربية زي ما اوكرانيا استعانت بالقوى الغربية في مواجهة روسيا ولا هو حلال لاوكرانيا بتاعتك وحرم على سوريا طبعا الناس اللي وقفة ضد روسيا عشان هي مفقوعة من العملية روسيا تضامنا مع بشار الاسد رئيس سوريا في مواجهة الارهابيين طبعا ده مزعالهم اوي وبالتالي بيهجمون بالمرة ازاي انك انت تكشف الحقيقة لا انت مش عارف صفتك وناعتك زي بعضه مقبولة منكم وده امر طبيعي لان امثالكم بيدور على مصلحته اما احنا بنرصد الواقع طبعا قوة ايران من قوة المنطقة خاصة وان هناك تقارب ايراني سعودي وتقارب ايراني اماراتي وتقارب ايراني عربي ايوة بس تدخلت تما في بعض الدول العربية تدخلت في شأن دول عربية اخرى ولا هو حلال على بعض الدول العربية حرم على ايران كانت المرحلة زي الزفت ومتنيلة بستين الف نيلة في اعقاب 2011 الدنيا كلها كانت بايزة كله بيدخل في كله فما تحسبش الفترة اللي فاتت من منطلق ان دي الفترة الطبيعية السعودية نجحت في نهاية اعمل نوع من التقارب مع ايران حصلت توترات اخرى حاليا روسيا متوسطة ما بين الطرفين وبالتالي التقارب الخليجي الايراني لصالح المنطقة منطقة الشرق الاوسط بشكل كامل وبالتالي قوة ايران بتعمل نوع من التوازن في مواجهة كل من امريكا وفي مواجهة روسيا والصين نوع من التوازن بحيث اذا ده اخلي بالاتفاقيات يبقى في قوة تانية تعمل نوع من التوازن او تفكيك الاهداف اللي بتحاول بعض القوة الاخرى ان هي تحققها رغما عن القوة الاولى بتعمل نوع من التوازن وبالتالي طبعا اللي حصل منذ ساعات قليلة في ايران شيء طيب وشيء جيد للغاية هيقلب التوازنات يعني صواريخ ايران دي اللي هي الباليستية اللي هي الحاملة للرؤوس النووية الفرط صوتية العابرة للقرات خطيرة تعمل ارتباك ان لم تكن فعلا عملت ارتباك شوفوا حضرتكم قائد القوة الجو فضائية في الحرس السوري الايراني الجنرال امير علي حاجزة قال ان ايران انتجت صاروخ باليستي فرط صوتي للمرة الاولى الصاروخ الجديد بامكانه اختراق جميع منظوبات الدفاع الصاروخي ولا اعتقد انه سيتم العصور على التكنولوجيا القادرة على مواجهته لعقود طويلة يا شتات الشتات يا باروش دين ولا حتى عند امريكا ولا عند امريكا هو ده اللي مجنن امريكا هو ده اللي مجنن القوى الكبرى امريكا تهبلت اتلحست لما جات تعقد اتفاقية نووية مع طهران ايران قالت لها الله رح بوسعها ما عندناش مانع ان احنا نوقع على اتفاقية منع انتشار اسطحة الضمار الشامل لكن يا ستة امريكا زم احنا هنوقع انت هتوقعي وتضمنيلي انك انت مش هتهرب من اي اتفاقيات زي ما انت عملت سنة 2018 وفككت الاتفاقية اللي انت كنت موقع عليها طبعا دلتشت ألم للولايات المتحدة الامريكية فبدأت تخطط لتدميرها من الداخل قدت ذلك في نفس التوقيت اللي احنا فجينا بان وزيرة الخارجية الالمانية انالينا بيربوك قالت ان الاتحاد الاوروبي سيعمل على فرض عقوبات جديدة على ايران الاسبوع المقبل بسبب قمع الاحتجاجات المنتشرة في البلاد وقالت احنا مش هنتوقف عن دعم رجال ونساء ايران ليس فقط اليوم لكن طالما الامر يقتضي ذلك يعني احنا هنفضل ندعم المظاهرات بكل مجاحة عمرك شفت وقاحة اكتر من كده ان دولة تعلن احنا هنستمر في دعم المظاهرات في قلب ايران يخرب بيتك ده تدخل في سيادة الدول الاخرى اه يعني شفت الفجر في العداوة وصلت لحد فين عمركم شفتم وقاحة واستعمارية اكتر من كده ان دولة تعلن بكل وقاحة وهي او امريكا طبعا هنتدخل في الشأن الايراني وحنستمر في ذلك طبعا ايران ما سكتتشي حسين امير عبداللهيان وزير الخارجية الايراني قال طبعا موقف المانيا موقف قذر للغاية ولا نقبله بالمرة وقال المواقف الاستفزازية غير الدبلوماسية لا تدل على الحكمة والمانيا عليها الاختيار بين مصاري التعاون او المواجهة انتو بتعلنوا بكل وقاحة انه كنتو هتدخلوا في الشأن الايراني انتو قدامكم حل ليه يا تختاروا الطريق الدبلوماسي المحترم القائم على احترام سيادة الاخرين يا اما تختاروا المواجهة واشتغلوا بقى زي ما انتم عاوزين طبعا ايران بدأت تؤشر لمرحلة جديدة في تاريخ العالم كله تعالوا حضراتكم شوفوا المنشتات ايران تعلن انتاج صاروخ باليستي فارتصوتي للمرة الاولى وزير الخارجية الايراني لنظراته الالمانية يمكنكم الاختيار ما بين التعاون او المواجهة وزير الخارجية الايراني يحذر عبر تويتر نظراته الالمانية ردنا هيكون متناسب وحازم حرب تصريحات بين برلين وطهران على خلفية قمع ايران للاحتجاجات ده باعتبار اني ايران من بقية العزب بتاعت باباهم اللي ورسوها عن اجددهم الاستعماريين طبعا نتمنى من الله العلي القدير ان تنتصر ايران على القوى الغربية تشوفها بقى سيادتك قص تدخل اصل دعم شوفها زي ما انت عايز احنا نتمنى ذلك دفاعا عن مصلحتنا في قلب المنطقة العربية ليه؟ ما احنا ايضا حارسين على اوطاننا احنا دول لا تمتلك قوى نووية احنا دول مفعول به الا من رحم ربي ليه؟ الاوي عايب لا تمتلك القوى لمواجهة الكبار هتلتزم الصمت وتربع ايديك وتنتظر التعليمات هو ده كده الوضع لما تيجي دولة زي ايران ودولة زي السعودية وده رأي روسيا الاتحادية ودولة زي الصين يبدأوا يواجهوا الولايات المتحدة الامريكية ويواجهوا القوى الاستعمارية شيء يساعدنا يا جماعة ونتمنى ليهم الانتصار ليه؟ توازن العالمي هي دي مبررتنا يا ترى الناس اللي بتتمنى هزيمة روسيا ايه مبررتها؟ اراكم على خير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا